من حوالي سبع سنين كان عندي ضيف عزيز على قلبي وبعدين خدت ورحنا واشنطن دي سي بعدين بعد ما رجعنا طبعا الناس كانت قد ايه مستغربة انه اخدت صورة مع مستر جورج بوش فالناس بتقولوا واو يعني انت كنت في حضرة رئيس الجمهورية ورئيس دولة امريكا بس خلينا اقولكم سر بقى هي الصورة ما كانتش مع جورج بوش كانت مع الصورة اللي حطينها التمثال الجميل جدا بتاع جورج بوش بس الناس فكروا ان انا في حضرة مستر جورج بوش اعزائي المشاهدين ارحب بكم احييكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة الحياة مرة تانية بشجعك تاخد خطوة جريئة بالايمان وتصدق انه مفيش مدرسة تقدر تعلمك تقدر تهذبك تقدر تخليك تدرك المفاهيم الروحية والمفاهيم الابدية الا مدرسة المعلم الاعظم معلم المعلمين ربنا الكريم شخص ربنا يسوع المسيح عديد المشاهد برحب بيك وبحيي كمان ضيفنا الغالي دكتور عصام عزل برحب بيك السوعة دفعنا دكتور عصام تكون معنا ويكلنا شاركة مع بعض وانا كمان طبعا وبنشكر رب لأجلك والأجل الأيام اللي رب بيستخدمك فيها في كل مكان ومعنا دكتور عصام كنت بتكلم عن الجزء الفني ده انه خدت صورة مع تمثال جورج بوش وما ادراك وما ادراك تمثال جورج بوش لكن الاروع والجميل انا نفسي النهاردة مش بتكلم عن تمثال لبشر او وجودك في حضرة افراد مهما على شأنهم حتى ولو جوة القصر الجمهوري في امريكا مع رئيس جمهورية لكن نفسي اتكلم النهاردة عن البركات الالهية اللي بيها بيتمتع المؤمن باروع واجمل شيء في الجود وهو في الحضرة الالهية في حضرة ملك الملوك ورب الارباب ابرام عندما دعي ويمكن ده الجزء اللي هو لمسني كتير او في الفكرة دي ابرام لما دعي من قول الكلدانيين وعد على مرحلة حران ودخل على كنعان ابرام ابتدى يدرك هذا المعنى الجميل روعت وجوده في حضرة ملك الملوك ورب الارباب وده اعظم امتياز ميز الله بيقدسيه فخلينا نتكلم يعني ايه اننا نكون في الحضرة هل فعلا الله يريد المؤمن يكون في حضرة الملك ام ده امتياز بمر مرة مرور الكرام وايه فيدته لحياتنا فناخد حبة حبة واحدة واحدة كده ونقدر نتعلم النهاردة ايه معنى اكون في الحضرة الالهية حياة سرائف انت النهاردة دخلنا على درس مش من اصعب لكن هو اروع اروع في مفهومي اروع الدروس المسيحية نعم الحاجة التانية الدرس ده الحقيقة صعب ان يتشرح بالكلام يعني هنقول بكلام والكلام ماذا تقول كلمة الله عن هذا الامر مش نجيب من عندنا لكن في نفس الوقت اللي ما عاشوش ما يفهموش مستحيل مستحيل في حاجات في الحياة المسيحية لابد ان تعاش ان تكون هناك عشرة مع هذا الاله او ان يدخل الانسان الى حضرته او ان يستحضر هذا الانسان الله الى حياته ده اشياء نسمع عنها كثيرا لكن اذا لم نعيشها ففي منتهى الخطورة ان احنا مجرد نسمع عنها يمكن حدثك فاكر ان لما ظهر الله لابراهيم والكلام ده بتاع استفانوس ايه في الاول في سفر الاعمال وده كانت ظهور الاولاني قبل ما سكن في حرام قبل ما يروح حرام في قور الكلدانيين في الاول خالص قبل اصحاح 12 من سفر التكوين الكتاب بيقول استفانوس بيقول ظهر اله المجد لابينا ابراهيم لما كان فيما بين النهرين قبل ما سكن في حرام وكأن الحضور الالهي سحب كيان ابراهيم الى اجواء المجد الالهي الله سحب كيان هذا الشخص وده اللي خلى ابراهيم عاش الحياة العجيبة دي لانه سبي سبي ابراهيم ان يرى اله المجد مضبوط وهو ده الفكر الالهي يعني التعامل مع الله له شقه له شقه سلبي انه قال ابراهيم اطلع من الى الارض التي اريك لكن لما ظهر له ما ظهر لهش من الارض لكن ظهر له من ظهر له من المجد من المكان اللي الله يمكن ان يستعنى نفسه فيه كاله المجد وفي الكتاب نلاقي دايما القصد الالهي في حياة الانسان هو ان يأتي بالانسان الى حضرة الله ليس فقط ان يخلص الانسان من قيوده الخطي يعني يعني الافكار اللي بتسري في اذهاننا ان احنا ان انا بمجرد مقبل المسيح مخلص المهم ان انا ما عيش الخطي لكن هدف الله ده الجانب السلبي ده الجانب السلبي هدف الله مش ان انا ان انا ما عيش بس الخطي ان انا اكون في حضراته شوف حضرتك هو من زمان حتى مع شعب القديم حملتكم على اجنحة النصور في خروج 19 واتيت بكم الي اتيت بكم الي انا اساسا حملتكم وطلعتكم علشان انا استمتع بيكم هي دي الفجرة الله يريد ان يستمتع بالانسان بعد ما ينظفه ويحممه انجازني اول برضو في تسالونيك الاولى واحد ويخبرون عن اي دخول ان كان اليكم وكيف رجعتم الى الله يعني انتو لما رجعتم مش بس طلعتم من الاوسان في الاول الى الله وده القصد الاله ثم من الاوسان ده فكر الهي موجود في كلمة الله الله يريد ان يستحضرنا الى حضراته الله يريد ان يوجدنا حيث وجوده بكل روعته وده مش مجرد بس مناظر لكن ده حقيقة حية يختبرها كل من اختبر العشرة الحقيقية مع الله يعني شوف حضرتك ازاي كان واحد زي ابراهيم يعمل حاجة مش منطقية اخرج من ارضك من عشرتك من بيت ابيك ده مش ركة طيارة ده مش مئات الاميال وهو مش عارف راح فيه يعني الكتاب في العبراني يقول لنا خرج وهو لا يعلم الى اين طب ماشي ورامين اه فيه واحد جذبني اله المجد جذب كياني سحب كياني شوف التأثير الرائع على حياة ابراهيم ايه اللي خلى ابراهيم في يوم من الايام تنازل عن حقوقه مثلا وقال لوت هو ابراهيم صاحب الحق في الاختيار ايه ايه لا اختار انت طب ما انت عمه وانت الكبير لا اختار انت شوف الاتضاع ايه اللي خلى هذا الحضور الالهي ايه اللي خلى ابراهيم في يوم من الايام كان من حق وعرضت عليه املاك من ملك سادوه رفعته يدي ايه اشوف شوف السحبة الالهية الى الله الاله العلي مالك شوف معرفته لله بقى حضور الله في حياته مالك السماء والارض اني ما اخدش منك لخيط ولا شراك ولا ادفع حاجة لألا تقول اغنيت ابراهيم اللي بيحط ايده على حضور الاله بيحط ايده على الله وكل من هو الله وكل ما عنده وكل ما عند الله هذا الاله العظيم ايه اللي خلى ابراهيم في يوم من الايام مثلا ضحى باسحاق عملية سهلة ولا صعبة جدا 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 صعبة مش كده برضو عملية مستحيلة لكن خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي يقول الكتاب بكر صباحا واخذ اسحاق وكان مستعد انه يقدمه محرق ايه اللي حصل في كيان ابراهيم هذا الحضور الالهي الذي ملأ كيان ابراهيم خلع قلب ابراهيم من العالم خلعش في خيمة وهو يملك عملش بيت وخلعها متعلق بالسماء لانه الاله نفسه سحب كيانه الى اجواء المجد هذا هو معنى ظهر اله المجد لابينا ابراهيم دكتور عصام وانت بتتكلم عن الحضور الالهي يقد ايه قد ايه لما العين تتملي ولما القلب يتملي ولما الفكري يتملي ولما الحياة تتغمس فيه ما فيش حاجة تاني في الوجود تقدر تملأ العين غيره هرجع تاني عند الموضوع ده لانه الموضوع ده سبيني وانا متأكد كتير من القديسين يحبوا يسمعوا قد ايه حلاوة الحضرة الالهية وناس يمكن محرومة ومش قادرة تتذوق اعزائي المشاهدين ابقوا معنا هناخد فاصل قصير وهنرجع عليكم تاني من برنامجنا مدرسة الحياة وحنا بنتكلم على امتياز وجود المؤمن في الحضرة الالهية حبائي ما اروع وما اجمل ان تمتلي قلوبنا وعيوننا وافكارنا ونحن في حضرتي ابقوا معنا عشان نتلذذ معا بهذا المشهد الرائع اللي اللي بيسبي قلوب المؤمنين وهو امتياز ميز بيها الله قدسي ابقوا معنا حضور الالهي يكشف من انا يكشف من انا ويغير وجه النظر الانوار الالهية تكشف العيوب التي فيها اولا باولا هل في مستويات روحية اقدر بيها اتمتع اكتر بالحضرة الالهية رسول يحن في رسالته الاولى اصحاها اتنين بيقسم عائلة الله الى بيبز احداث هل الله لازم يبين قدامي عشان ابقى في حضرته هل ارى المسيح برؤية العين عشان اكون في حضرته اعزائي المشاهدين برحب بكم مرة تانية رب الذي انا واقف قدامه دكتور عسام بنرحب بك مرة تانية شكرا ونشكر رب لاجل وجودك ولاجل التوضحات اللي سمعناها في الجزء الاولاني من الحلقة دكتور عسام خلينا نميز بين حكتين نميز بين المؤمن وامتياز وجوده الدائم او مجيء الرب لظهرات معينة فخلينا نوقف قدام المشهدين دولة ونميز بينهم يعني ايه يعني ايه انا في حضراته ما بقى مشيش ويعني ايه الله بيجي لإعلان شيء او لتوجيه شيء او لتغيير شيء فخلينا نغيي نوضح بين الفكريين دولة ظهور الرب لابراهيم زي ما شفنا اله المجد دي كانت البداية سحب كيانه الى جو ودايما الرب بتبدأ من الله في نعمته يشوق المؤمن بهذه الزيارة الرائعة يشعره بعظمة وروعة ومهابة ولزة ومتعة الحضور لله لما يشتاء المؤمن الى كده وعايز يمشي في هذا الخط نشوف ابراهيم بعد كده اسمه دعية خليل الله لا مش عايز اصيبك انت صاحب عايز اعيش معاك والرب بعدها شوف الصحبية ما كانش قادر يخبي حاجة عن ابراهيم هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله ومش ادر اخبي عنك مش ادر شوف روعة العلاقة وصلنا الى علاقة ان احنا ما نقدرش ننفاصل تاني متينة اه في ظهرات بقى كانت لاغراض معينة بس برضو لتشويق الشخص يعني الرب عايز يحقق حاجة في حياة شخص فبيعمل كده يعني مثلا اشعية اشعية نبأ الله ده رجل محترم لكن بيتجهز وهو في التجهيز طبعا في حاجة كتيرة الله بيزيلها منه في اصح خمسة من سفر اشعية نقرأ انه كان دايما عمل ينزل الويلات على الشعع ويل لهم ويل لهم ويل لهم يعني انت كويس يعني هم وحشي هم وحشي طب انت شايف نفسك احسن منهم انت يعني افضل شوف يقول الكتاب بقى انه في اصح ستة في سنة وفاة حزية الملك كان فيه ويلة نقصة اراني السيد الرب دخل الى حضرة الله وهو جالس على كرسي شوف بقى عظمة الله واملاء وزيالة وتمنى ايه والصرفين في حضراته بيصرخوا قائلين قدوس 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 رب الجنود مجده مل هذا المشهد غير من مفهومه على طول وبدل ما يقول ويل لهم اتغير لسانه بقى ويل لي لاني هلكت انا كنت غلطان عايز اقول ايهن بقى الحضور الالهي يكشف من انا يكشف من انا ويغير وجهة نظرتي وجهة نظري من جهة نفسي لاني انسان ناجس الشفتين يعني طويك عرفها اه ما عرفتهاش الا في محضر الله وساكن وسط الشعب ناجس الشفتين ده انت قلتها في اصلاح خانسة خلاص عرفناها شوف اتغير لكن اتعالج بقى في ملاك طار وجاب جمرة من على المزبح ومس بيها شفتين ثم ارسل بقى ها انا ذا ما كانش ممكن اشعي قبل كده يقول ها انا ذا ارسل سنقل لما تمتع بالتطهير في الحضرة الالهية نفس المشهد يا دكتور عصام يمكن بنشوفه في حياة بطرس لما الرب كان مع بطرس في السفينة وتجلى رب المجد شخص ربا يسوع بالحضرة بالوجود وعندما اكتشف بطرس قال له اخرج من سفينة يا رب لاني رجل انا اكتشفت ان انا خاطف في حضراتك تماما ti في حضرة الرب يسوع اذا انا بتكشف اعماقنا تماما وبتسعى النفس الى ان هي تعيش حياتنا وعشان كده اللي عايش في محضر الله بيمتحن نفس على طول في حضرت ضل الانوار الالهية تكشف العيوب الbecue التي فيها اولا باول بالزبت مش بس كده ده بيغير الخاطي شوف ساحب إبراهيم يعني شوف شاول الترسوس شخص يعني كان مضطهد ومجدف مفتري ومضطهد ومجدف بلغة الأيام دي إرهابي مش كده؟ بالضبط ما الذي يغير شاول الترسوس لو كانوا وعظوه خمسمائة وعظة ما فيش فاين وأكيد سمع ده كان بيس كان قاعد عند خدمية غملاقيل أنا متأكد أن التوراة كانت أمام عينيه ومن جهة البره الذي بالنموس بلا لوم لكن في يوم من الأيام بقى جات الحضرة الإلهية مور أكثر من لمعاني الشمس انكفأ على وجههم وجاء له الصوت شاول شاول مين أنت؟ مين أنت صاحب هذا المجد البهي اللي غير زلزل كيان الحضرة الإلهية تزلزل الكيان عندما يريد الله أن يغير شخص وهو هذا اللي حصل مع شاول الترسوس ده مشهد الظهورات المتقطعة التي بها يعمل الله أشياء في حياة البعض لما يحل الواحد بقى للموضوع ده ها حلو عايز عشرة نفسي ما اطلعش من هذا المكان يعني بيحصل حكتين أعرف حضرتك فكرة إيه الفكرة بتاعة حزقيال 37 أفتكر المياه الخارجة من تحت العتب وبعدين قاس ألف ذراع وعبرني وإذا المياه إلى الكعبي ثم قاس ألف زراع أخرى وعبرني وإذا المياه إلى الركبتين ثم قاس ألف زراع أخرى وعبرني وإذا المياه إلى الحقاوين ثم قاس ألف زراع أخرى وإذا نهر سباحة لا يعبر الدخول مع الله في حضرته يأخذ هذه المستويات كلها يأخذ هذه المستويات كلها وشوف حضرتك في نجيل يحنى الصح 14 في 18 جمال عدد 21 وعدد 23 عدد 21 الذي يحبني يحفظ وصائح وأنا أحبه وأب يحبه وأظهر له ذاتي دي عبارة عن ظهورات متقطعة الواحد يعيش لكن بين الحين والآخر يدخل إلى محضر الله ويتمتع بغسلة في محضر الله ويتمتع برهبة في محضر الله يشح النفس في محضر الله عرف حضرتك لما كان موسى قدام الشعب نزل من عجاب الوشه بيلمع كان منظره مرعب لكن لما كان يبتدي الوش يطفي يطلع تاني عشان يشحن البطاريات تاني عشان يقدر يوصل الفكر عدد 23 من يوحن 14 بقى الذي يحبني يحفظ كلامي وعارفين حضرتك الفرق من الوصايا والكلام الوصايا شيء محدد الكلام أنا مش محتاج للشيء محدد أنا عارف أفكاره من غير ما يقول لي ما قال ليش يعمل لكن أنا عارف وعايز نعمل فبعمل أيه وأبي يحبه وأنا أحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزله يعني هنعيش مع الشخص ده أخيل بقى واحد يعيش مع الله في حضرته أعتقد دي سحبة غير عادية ودي اللي اشتق لها موسى زمان وما قدرش قال لي مجدك ما ينفعش لسه ما جايش وقت النعمة لا يمكن الإنسان أن يراني ويعيش يعني دكتور عصام يعني وإحنا بنتكلم قد إيه القلب يتسبي وإحنا بنتكلم عن الحضرة الإلهية في الفكرة اللي لمسناها بسرعة فكرة الكعبين والركبتين والحقوين ونهر السباحة الذي لا يعبر في مستويات للعلاقة بين الخالق وبين المخلوق بين الله وبين أولاده ففي مستويات أنا بسعى عندما أتذوق الحضرة الإلهية بسعى لهذا النهر السباحة أنا نفسي أتكلم عن المستويات دي شوية وندي تطبيقات في علاقة مثلا موسى ويشوع وبعدين علاقة هارون والعلاقة بتاعت الشعب والمستويات أو علاقة يحنى وبطرس ويعقوب وعلاقة باقي تلميذ وعلاقة يحنى نفسه تمام وهل المستويات دي عايزة أرجع عليها تاني تكلم على مفهوم أن أنا أد إيه أنا الله بيفتح قدامي باب وطريق أن أنا أتمتع بلذت وعمق هذه الحضرة لو أنا عايز لو أنا لو أنا عايز لو أنا بحب أعزائي المشاهدين ابقوا معنا وإحنا بنتكلم في موضوع ما أجمله أحبائي هو موضوع المواضيع أن الله يريد أن يتمتع بوجوده مع أولاده يصنع منزلا يعني عايز يسكن معنا مش بس بيخبط على الباب عشان يدخل ويمشي لكن ده عايز يدخل علشان يبقى وعشان يكون موجود عزيز المشاهد ابقى معنا هنرجع ليك بعض اللحظات من برنامجنا مدرسة الحياة وإحنا بنتأمل عن وجودنا في حضرة الملك حضور الإلهي يكشف من أنا يكشف من أنا ويغير وجه النظر الأنوار الإلهية تكشف العيوب التي فيها أولاً بأولاً هل في مستويات روحية أقدر بيها أتمتع أكتر بالحضر الإلهية؟ رسول يحنى في رسالته الأولى أصاحة نينبي أسمع عائلة الله إلى بيبز أطفال أحداث أباء هل الله لازم يبين قدامي عشان أبقى في حضرته هل أرى المسيح برؤية العين عشان أكون في حضرته؟ أعزائي المشاهدين برجع عليكم مرة تانية وإحنا بنتأمل في موضوع المواضيع وما أجمله عندما يكون المؤمن في حضرة ملك الملوك ورب الأرباب معنا خدم الراب دكتور عصام برحب بيكي دكتور عصام أهلاً محمد الراب برج دكتور عصام قبل الفاصل كنا بنتكلم على في مستويات روحية أو نقول عنها عنق روحي أن المؤمن يتلذذ ويتمتع بأروع وأحلى ما فيه الله لأن الرب عايزنا نتمتع بكل ما فيه فناخد مستوى زي مستوى يحن مستوى بطرس ويعقوب ويحن ومستوى تلميذ أو نقول مستوى تلاتة اتنشر سبعين مثلاً هل فيه مستويات روحية أقدر بيها أتمتع أكتر بالحضرة الإلهية يقيناً فيه يعني حضرتك لما تكلم عن يحن مثلاً وإن كانت دي عبارة عن علاقة جسدية كان رابو موجودة على الأرض حالياً يتكلم عن علاقة روحية بالإيمال بالضبط العلاقة الجسدية اللي كان موجودة على الأرض كان معروف أن يحنى هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه وفي وقت من الأوقات يقال عنه التلميذ الذي كان متكئاً على صدر يسوع هذا قد كان قريب قوي مش كده جداً شوف أدي أدي القرب أدي الالتصاق بينهم وبين بعض بطرس ويعقوب ويحنى زي ما حضرتك قلت التلاتة دولة كانوا يتميجوا بأنهم فعلاً كانوا الأقرب إلى رب يعني لما حاب يطلع على جبل التجلي أخذ معه بطرس ويعقوب في بيت يايروس ويحنى في بيت يايروس القيامة يروا هو القيامة والحياة رحوا معنا مثلاً في الجسيماني تلميذ قعدوا بعيد بس دولة أرابوا منه ومع ذلك ساب دولة وابتدى يصلي بإذن كانت هناك دوائر من العلاقات وده موجود يعني في كلمة الله هناك دوائر من العلاقات ودوائر من المستويات الروحية مثلاً على سبيل المثال رسول يحنى أحداث أباء كل دو موجود ده بيميزوا إيه بقى مش حجم الخدمة ولا حجم النشاط لاقر ولا حجم الإراية والدراسة لا لكن حجم الدخول مع الله في العنق وده زي ما حضرتك عارف علاقة إيمانية يعني يعني عندما ينفرد الشخص يعني بصلي أنا مش بتكلم مع شخص موجود قدامي يعني أنا وأنا بصلي أنا ممكن بصلي بحول الصلاة إلى تلاوت كلام ممكن دا ولا مش ممكن هي أردد أردد كلام ممكن وأنا بقرف الكتاب أنا عمارة قصص بحاول أحفظ معاني وأقسم وممكن أوعظ ده تفرق تماماً بأن تكون حقيقة يعني في ناس الحقيقة الحية الوحيدة في حياتهم هي الله نفسه الله نفسه هي الحقيقة الوحيدة اللي بقيسه عليها كل حاجة في الوجود على سبيل المثال إلي إلي كان أمام ملك عاتي عاتي وجبار ما بيرحمش هو مفتري ومراته مفترية أخاب وإزابل أخاب وإزابل وكان عهد خراب ووثنية وشيء مش ممكن يعني شوف كيف تحدث هذا الإنسان البسيط اللي ما نعرفش جاي منين أمام هذا الملك الفضيئ وليه تخيل بقى أن الملك واقف قدام إلي واقف قدام إلي وإليه بيقول له حي هو الرب بس مش بس الرب الذي وقفته أمامه يعني الله اللي أنا عارفه كويس الله اللي أنا عايش معاه الله اللي أنا عارف يعمل إيه الله اللي أنا عارفه بيفكر إزاي ما عندوش منع أن يقفل عليكم السماء علشان يتوبكم أن لا يكون طل ولا مطر في السماء إلا عند قوله إيه هو ده إيه هو ده شوف بقى ده إيمان استحضر الله في عظمته وفي فكره إلى المشهد عرف منين يقول لا ما فيها عبارة أبلها الذي وقفته أمامه وده يوريه نوعية العلاقة السرية إمتى يا إلي وقفت أمامه ما يحكي لناش الكتاب حكي إيه اللي حصل بينك وبينه لما وقفت أمامه ما يحكي لناش الكتاب يبقى إذن العيش مع الله تبدأ بعلاقة سرية بين النفس والله تاخد النفس وقتا طويلا في حضرة هذا الإله الشخص يتحدث مع الله بس هو موقن إيمان بقى مش مجرد شاعر أو مش فرحان لا 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 مش لازم ممكن أبقى فرحان ممكن أبقى بكي لكن أنا متأكد أن أنا موجود في حضرة هذا الإله العظيم هو يتحدث إلى قلبي وضميري عن نفسه وعن أموره وأنا أسكب كل ما أبادله الحديث أسكب كل ما في داخلي أسكب كل ما في داخلي أمامه يعني مثلا المرأة اللي كانت منكسرة حنة يقينا كانت تشعر أنها هي الوحيدة التي كانت تشعر أنها في حضرة الله عشان كده سكبت أسكب نفسي رئيس الكهنة ما قدرش يعرف ما كانتش بتحمله ولا حال الكتاب يقول أنها شوف يقول أنها صلت صلاة بسيطة قالتها في سطرين لكن فيه كلام كتير يقول وإذ أكثرت الصلاة طب قالت إيه ما قالش الكتاب وإذ أكثرت الصلاة وكانت شفتاها فقط تتحركان وصوتها لا يسمع إذن العلاقة مع الله واستحضر الله يتطلب عشرة مع هذا الإله اقضي وقت مع هذا الإله وتحدث له يعني الكلام ده بيستحضر الكلام اللي قال الكتاب عن أخنوخ صار لما الكتاب يتكلم عن أخنوخ يتكلم عن عشرة دائمة فأخنوخ عايش في هذا المستوى لأنه تمتع ومش عايز يخرج ومش هيمش فهو ماشي معايا صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأنه الرب نقله أو الرب أخذه وكأنه أخنوخ يقول له رب لما بدخل لحضرتك أنا ما حبش أطلع منها وده يقودنا دكتور عصام قبل ما نختم اجتماعنا إزاي أنا كمؤمن إزاي أنا كمؤمن هل الله لازم يبين قدامي عشان أبقى في حضرته هل أرى المسيح برؤية العين عشان أكون في حضرته إزاي إيه الحاجات اللي تخليني أنا كمؤمن أبقى جوه حضرته نحن أخذهم في خلال ديونوس تمام إحنا حاليا في الوضع المسيحي وده اللي قاله الرب اللي مريم المجدل اللي هي تلمسيني لا قصة التعامل الحرفي بالعين والمنظور حاليا ما هيش موجودة لكن إحنا بنتعامل مع الرب بالإيمان حاجة الثانية إحنا عارفين من كتاب أن شهوة الصديقين تمنح المؤمن فيه الروح القدس الروح القدس ينشئ دائما هذه الرغبة من يتجاوب مع هذه الرغبة يستطيع أن يتلامس مع الله بالإيمان بحيث يكون الله بالنسبة له حقيقة حية موجودة في جلسته وفي أوقاته وهو ماشي في الشارع في كل هذه الأوقات حاجة الثانية أنه التدقيق في الحياة الله قدوس بيحبني جدا وعايز يعشرني لكن التدقيق في الحياة مراعاة القداسة ببيتك تليق القداسة يا الله ما أدرش أعيش زي ما أعايزه أدخل بقى أقول له يا رب أعايز أستمتع بحضرتك لما مش يتشوفه نرجع لتطوباته طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله يعني أنا وأنا في حياة القداسة أقدر بالإيمان أرى الله حاجة الثالثة الطاعة لما رب يقول لي حاجة أنا هعملها حتى إن كانت يعني ظهريا وإنسانيا صعبة زي ما حصل مع إلي عمل حاجة في مطاعة صعوبة لكن عملها لأنه الله قال له اعملها ولما حصل مع إبراهيم ما أطاعش الطاعة الكاملة حرم من هذا الظهور فما قدرش يتمتع بالشركة لحد ما أطاع طاعة كاملة أعتقد أن هذه الأشياء ضرورية للاستمتاع بالحضور شكرا جدا لكتور عصام الإيمان حياة القداسة حياة الطاعة شكرا جدا وجودك معنا وأعتقد إخواتي المشاهدين وأخواتي في كل مكان لما يبقى لنا هذا الكنز كلنا هذا الامتياز نحن نكون في حضراته أنا بصلي من قلبي أن كل الموجودين اختبر هذا العمق في الشركة والعلاقة هو يريد أن نكون في حضراته هو بيجذبنا نكون في حضراته أقول له يا رب خلي عيون إيماني تراك يا رب خلي حياتي تتنقى لكي ما أراك يا رب خليني أطيعك وعندما أطيع كلمة الله أدرك رب الكلمة واتمتع بوجود رب الكلمة عزيز المشاهد بتركك الآن في ملء بركة الإنجيل وبصلي أن في هذه الأيام الله في وسط الضيقات يمكن الألام اللي بنمر بيها التحديات اللي بنمر بيها نتذوق معنى جديد ومفهوم جديد أن في حضراته بيدوب كل شيء تلج على صدرنا كل ألام في حياتنا كل تحديات بنواجهها بننسى أنفسنا كما نسي استفانوس في حضراته الحجارة اللي جاي عليه عزيز المشاهد ربي بركك وربي بركك وأراكم في يوما جديد وحلقة جديدة من برنامجنا مدرسة الحياة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر